بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في فيديو اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن طريقة إصلاح الواي فاي بالتحديد اتصال الإنترنت بالواي فاي بشكل كامل الآن في فيديو سابق لإلنا شرحنا عن طريقة إصلاح الشبكة بشكل عام أو كرت الشبكة بشكل عام أو اتصال الإنترنت بشكل عام في جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب فيديو اليوم مخصص للناس اللي بواجهوا مشكلة بالاتصال بالإنترنت بالتحديد بالواي فاي رح نحكي عن طريقة إصلاح الواي فاي بالتحديد في حال كان عندك أي مشكلة باتصال الإنترنت بغير الواي فاي الإيثرنت أو أي شكل من أشكال اتصال USB أو ما شابه بإمكانك تراجع الفيديو السابق في القناة اما اذا كنت من الناس اللي بواجهوا مشكلة باتصال الانترنت بالواي فاي خليك معنا بالفيديو حتى النهاية اول خطوة بدنا نتأكد فيما اذا كانت المشكلة اللي بالواي فاي هي مشكلة هارد وير او سوفت وير زي ما بنعرف انه الواي فاي بتمقسم مشاكله لقسمين انه بيكون عندي مشكلة بالهارد وير يعني بتوصيل قطع الخاصة عندي بالجهاز او مشكلة فنية عطل بكرت الشبكة او بيكون عندي مشكلة عندي في السوفت وير او في نظام التشغيل فانا بدي اشيك على المشكلة من البداية واعرف شو اصلها في حال انها كانت هارد وير او سوفت وير عشان هيك راح نروع على ستارت ورح نكتب عنا في خانة البحث cmd اللي هي الكماند بعد هيك راح نحددها راح نعمل كليك يمين ونختار خيار run as administrator بعد هيك تلتح معاي النافذة بهذا الشكل راح ندخل عندي الامر الاتي اللي هو bang space 127.1.1.1 بعد هيك راح اعمل enter ورح انتظر شي بسيط الى في حال اعطاني هاي الربلايز بيكون عندي ما في اي مشاكل as a hardware يعني انا ما عندي المشكلة كهارد وير موجودة المشكلة موجودة عندي as a software لازم اني انا اعمل لها اصلاح من نظام التشغيل بيكون عندي في خلل معين في نظام التشغيل في حال ما اعطاني هاي الربلايز كاملة راح اكون انا اتأكدت ان المشكلة ما لها علاقة بالsoftware هي عبارة عن مشكلة hardware بهاي الحال راح ارجاء الى فني الصيانة او اني احاول اصلاح كرت الشبكة عندي باي طريقة علشان هيك راح ننتقل على الخطوات التانية نكون حددنا احنا المشكلة في البداية هي مشكلة software وليست hardware من خلال الامر بنك في الخطوة التانية راح نروح عمنا على start ورح نبحث عن control panel بعد هيك بنحددها تفتح معي مجموعة من الخيارات في حال ما كانت الخيارات بهذا الشكل بنختار الخيارات من عند view by طريقة عرض ال elements عندي عشان هيك بعديها راح نروح على internet options بعدها راح تفتح عندي قائمة من الخيارات راح نروح على advanced بعدها راح نحدد الخيار reset راح نعمل عندي reset بعد هيك بعطيني انه انتهى بعمل close في الخطوة رقم 3 بنروح على start وبننبحث عن surfaces بعدها بنحددها وبنختارها بعدها بنبحث عن خيار wlin auto configure راح ننزل لتحت راح احدد الخيار اعمل double click بعد هيك راح اتأكد عند ال start up type انه يكون automatic في حال كان عندك manual او اي خيار تاني بتختار ال automatic وبتعمل apply بتعمل بعدها اوكي في الخطوة الرابعة بنروح على start بعد هيك بنحدد settings بعدها بنحدد عندي خيار network and internet راح تفتح معي قائمة من الخيارات الا انا متصل بالانترنت كونه ما عندي مشكلة بالواي فاي ما عندي اي مشكلة باتصال الانترنت لكن انت لما تفتح الواي فاي حيكون عندك كان في اشكالية في حالة الاتصال او في مشكلة معينة علشان هيك احنا راح نروح على change adapter options راح يكون عندك بهذا الشكل بتحدد الواي فاي بتعمل click ايمين بتعمل enable كمان مرة بتكون بهذا الشكل شيكت على خيار انه الواي فاي بال settings عندي مفاعل mesh disabled في الخطوة الرقم 5 بنروح على ايقونة الشبكة الموجودة عندي في task bar راح اعمل عندي click ايمين راح اختار troubleshoot problems راح يكشف لي عن المشاكل الموجودة عندي لكن قبل هيك بيسألني بيحكي لي انت احدد المشكلة او الادابتر اللي عندك اللي انت بتشبك عن طريقه انترنت فانا بشبك عن طريق الواي فاي راح احدد عندي الواي فاي بعد هيك راح اعمل next فبيبدأ يبحث عندي عن المشاكل الموجودة بالواي فاي وفي حال انه هو وجد اي مشكلة بشكل تلقائي راح يقوم باصلاحها بدون اي تدخل مني بعد هيك ايضا من الخيارات اللي انا بشوفها مناسبة جدا واللي دايما بتحل مشاكل بشكل كبير عندي في اتصال الانترنت وخصوصا في اتصال الانترنت بالواي فاي راح اروح عندي على ايقونة الشبكة راح اعمل click ايمين ورح اختار open network and internet settings بعد هيك راح يفتح معي حالة الاتصال عندي في حال انا متصل او غير متصل راح اروح عندي على اخر شي اللي هي network reset راح احددها وبعد هيك راح اعمل reset now بعدها راح اعمل yes هاي الحالة بيحكي لي انه انه انت على وشك انك تعمل تسجيل خروج في غضون خمس دقائق فانا راح اعمل close راح اروح عندي على الجهاز على start بعد هيك راح احدد الباور ورح اعمل عندي restart وبهيك بنكون استعرضنا اهم الاعدادات عندي لتفعيل الواي فاي وحال المشكلة عدم انتصالي بالانترنت عبر الواي فاي وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو الله يعطيكم الف عافية لا تنسوا الاشتراك بقناتنا حتى يصلكم كل جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة